إذا.. إنتبه إلى المنزل يا رجل السلام عليكم وحمد الله وبركاته في هذا المقطع بنتكلم عن الشخصية الجديدة The Overwatch Batiste يعتبر الشخصية رقم 30 والهيلر السابع في اللعبة اسم سلاح الشخصية Poetic Launcher وهو عبارة عن Burst Women يطلق ثلاث طلقة مع بعض في المخزن الأساسي له 45 طلقة وله أيضا 10 قنابل بنتكلم عن 10 القنابل بعد شوي لأن عملها يختلف اختلاف كله عن 45 طلقة في مسافة 20 متر إلى أقل إذا كانت الثلاث طلقات موجهة على جسم الشخصية فيعطيك ضرر يقدر ب 37.5 أي أن الضرر الطلقة الوحدة تقدر ب 12.5 لكن إذا كانت الثلاث طلقات موجهة على رأس الشخصية فيعطيك ضرر يقدر ب 75 أي أن ضرر الطلقة الوحدة تقدر ب 25 طبعا هذه لازم تكون خلال مسافة 20 متر إذا كانت أكثر من 20 متر فالضرر يقل عيب السلاح أن يرتفع أثناء الطلق لكن إذا تبي نتائج أفضل حاول أنك تثبت السلاح أكثر بالنسبة للفترة الزمانية ما بين مجموعة الطلقات في السلاح أنت يوم تطلق ثلاث طلقات مع بعض السلاح يتريه 0.3 ثواني عشان يطلق المجموعة اللي بعده وهكذا لكن ريلود السلاح بصورة عامة لازم تنتظر 1.5 ثانية وبالنسبة للعشر قنابل وهم قنابل الهيلينغ القنبل الوحدة تهيل 60 HP وإذا انفجرت على الأرض أو على جسم خويك فاتغطي مسافة ثلاث أمتار وما بين كل طلقة وطلقة السلاح ينتظر 0.8 ثواني وإذا كان خويك هلثه فل الطلقة تعبر من خلاله ما يمديك تدمج العدو وما يمديك تهيل فيه نفسك وإن سويت ريلود للسلاح فتلقائي يسوي ريلود للقنابل والطلقات مع بعض بالنسبة للمهارة رجينيراتيب باست هي مهارة يمديك تستعملها كل 15 ثانية وإن استعملتها قد ضل شغالة معك لمدة 5 ثواني في الثانية الواحدة تهيل 30 HP وفي الخمس ثواني تهيل 150 HP وتغطي مسافة تقدر بـ 10 أمتار وإن خويك طلع عن دائرة العشر أمتار الهيل بيوقف عنك بالنسبة لمهارة الامورتاليتي فيهيلد المهارة هذه يمديك تستعملها كل 20 ثانية وإن استعملتها تضل شغالها معك لمدة 8 ثواني وتغطي مسافة 6 أمتار وظيفتها مدخل الهيلث ينزل أقل من 20% وإن نزلت ترفعها من جديد إلى 20% المهارة هذه عديمة الفائدة إذا المولد انكسر فالـ HP ما له 250 أيضا عديم الفائدة إذا سوبره أكرته لكن غير قابل للدفلكت مع خاصيه جينجي وغير قابل لأنه ينأكل مع خاصية الدفينت ماتريكس لشخصيه ديفا هيا جميع أن تقوموا أوه اوه اوه بس بالنسبة للمهارة الأكس وبوتس وهي مهارة القفز العالي يتفعل بعد ما تجلس فترة على الأرض وإن وقفت يعطيك مدة ثانية عشان أنك تستعمله وإنها كردتك سومبرا ما يصير لك أي شيء بالنسبة للمهارة الألت أمليفكيشن ماتركس يمديك تحطيها على الأرض بحد أقصى يقدر بـ 35 متر ويظل فعال معك لمدة ثمن ثواني وحجم المربع يقدر بـ 5 أمتار ويمديك تغير شكل المربع بالضغط على زر الألت وظيفته أنه يضاعف الضرر اللي منطلق من خلاله على الخصم ويضاعف الهيل اللي جاي من خلاله لأخويائك وما يضاعف ضرر مهارات الميلي كذلك قابل للكسر بألت سومبرا وصلنا لهاية المقطع أتمنى هذا المقطع ينالي لإعجابكم نحصلكم في مقاطع قادمة إن شاء الله في القريب العاجل السلام عليكم